قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أن حادث انهيار تلة ترابية في مزار القطارة بمحافظة كربلاء الذي أدى إلى إصابة علد من المواطنين ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض من بينهم أطفال سببه هو الإهمال في تأمين مبنى المزار من التلال المحيطة به وسط غموض إعلامي يحيط بهذه الحادثة المؤسفة وأضافت الهيئة في تصريح صحفي أن ما يدعو إلى الاستغراب إسراع ديوان الوقف الشيعي لتنصل من المسؤولية وادعائه بأن المزار لا يدار من قبله وأن الأرض المشيد عليها المزار غير مسجلة باسم الديوان أو موقوفة له مبينة أن هذا الأمر يدعو إلى التساؤل حول كيف تمت الموافقة على بناء هذا المزار والسماح بالزيورة المواطنين له ولماذا لا يصرح باسم الجهة المسؤولة عن إدارته وتحميلها المسؤولية كما حملت الهيئة المسؤولية الكاملة بشأن ما حصل في هذا الحادث للنظام السياسي القائم وأحزابه المنشغلة بصراعاتها عن مشاكل العراقيين ومصالحهم المهدورة ما يعكس الفشل المستمر لحكومات الاحتلال المتعاقبة لسيما حكومة تصريف المهام الحالية وما تسمى الحكومات المحلية في المحافظات التي تعجز عن تأدية مهامها المنوطة بها موسيقى